السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان واهلا بكم صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا في الفيديو في حاجة كانت مقرقاني من فترة من ساعة ما جبتها ساعة اكيا اللي انا كنت جايبها من الاجازة اللي فاتت زي ما انتو شايفين هي ساعة جميلة جدا وسعرها كانت تقريبا 90 جنيه فيعني بسيطة واحلى حاجة فيها ان هي ما فيهاش العقرب بتاع السواني اللي بيعد يعمل تيك 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 فيعصب الواحد هي بس فيها العقربين دول بتاع الدقايق وبتاع الساعات فزي ما انتو شايفين الارقام فيها هي معمولة بتكنيك كده غريب شوية هي بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة زي ما انتو شايفين ولكن الارقام بتاعة الساعات المفروض ان هي نعرف منها الساعة مفرغة فلما بتتحط على حيطة بيضة ما بتبقاش بينة هتشوفوها دلوقتي يعني انا عندي الحيطة المعظم يعني عندي في البيت وكده لونها ابيض فلما بيبقى حطها عليها الارقام مش بتبقى واضحة خالص يعني بنبقى عارفين الساعة بالمكان بتاع العقارب يعني لكن مش شايفين الارقام فجتلي فكرة كده قلت هعملها فيها انا هجرب واشوف ان شاء الله تنجح يعني هنا حبيت بقى اول حاجة انضفها ولماعها من جوه لانها زي ما انتو شايفين عشان الارقام مفرغة فبيدخل كده غبار من جوه بيعمل زي نغمشها كده بيعمل يعني بيخليها مش نظيفة من جوه فا اول حاجة جبت العود الاسنان قلتها هشيل منها يعني هشيل الباغة اللي فوق دي بيها ما عرفتش اتكسر معايا فجبت المبرض وفعلا نجح طلعت هي ساعة ابسط ما يكون دي احلى حاجة عجباني فيها طلعتها وقلت كده هنضف هلم معها من جوه من برد وبعد كده ابدأ بقى انفذ الفكرة اللي في دماغي او اتسيبوا الفيديو تطلعوا من دلوقتي في حاجة حلوة بعد من خلص موضوع الساعة هنعملها مع بعض لو انتو اول مرة تشوفوا قناتي باتماني انتو تشتركوا او تفعلوا الجرس على الكل او الاختيار عندكم وتأتمنى انتو تعملوا اكبر عدد من اللايكات للفيديو ده لاني بجد كنت بعملوا انا كنت قلقانة جدا من الحاجة الحلوة اللي انا كنت بعملها لاني اول مرة انا بفزها واعملها عادة لما كنت بعمل معاكم الحاجات الحلوة اللي فاتت في الفيديوهات اللي فاتت كنت دايما بجربها الاول وبعد كده بعمل فيديو تاني بكون بقى خلاص واثقة في نفسي وكنت عملتها قبل كده ولكن دي اول مرة اجربها واعملها والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا نتيجة طلعت مردية تماما ليا زي ما هتشوفوا في الفيديو هنا بقى خلاص بعد ما معتها ونضفتها جبت الفوم الاسوي الدو اسقصته على قد كده كل رقم ويبلزقوا زي ما انتو شايفين ادي اول عقم بصوا بقى واضح ازاي هكمل بقى بقيت الساعة كلها هم هي بقيت الساعة كلها ايه راييوكو بقى مت هيقلي الارقام بقت واضحة تماما كده ولو تحطت على اي حيطة بيضة هتبقى واضحة جدا يعني جيت انا خلاص بقى بركب الجزء اللي فوق ده انا فرحانة اوي بصراحة فلان عملت انا شطور حب اواريكم مجموعة الفيتامينات اللي انا مشي عليها من فترة بكملها كده زي كورس وبوقف وبرجع عليها تاني الازرق الاوليني ده بيبقى كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين دال زي ما انتم عارفين الحاجات دي كلها مهمة لينا كامهات او كستات في العموم يعني بنبقى دايما محتاجين حاجة توقفنا على رجلينا كده وتقوينا والتاني ده زنك اه القرس بتاعه بيدوف البق مش بيتبلع اه وده اه حديد طبعا اي اه فيتامينات مش بناخدها كلها وارة بعض بيبقى لها اوقات اللي بعد الغداء او بعد الفطار اه او حتى اي دواف العموم بناخده لازم يبقى بينه وبين الحاجة التانية على اقل تلتة او نص ساعة يلا بينا بقى على الحاجة الحلوة اللي انا قلتلكم عليها انا هعمل قدرة قادر هي كيكا لذيذة و جميلة وكل حاجة بس ليها كده مش حارفة يعني انا حسيت ان هي لازم نصبر عليها ونعملها كده باتقان زي ما هتشوفه في الفيديو انا حاولت ان انا عاملها بمنتهى رقة واتعامل معها كده ايه باسلوب لطيف جدا المهم انا طبعا لاني اول مرة اعملها فشغلت الموبايل قدامي ايه على قناة سفيرة الطبخ ام انوار بصراحة لها وصفات كتير قوي من الحلويات عموما يعني بتاع جبني ايه فلقيت ان هي كانت انسب وصفة للحاجات اللي موجودة عندي وسهلة جدا وبسيطة يعني فايه جبتها وقلت غش منها اول حاجة هي عملت في الفيديو الكارامل اللي عملته على النار انا بصراحة استخدمت الاكياس اللي هي بتبقى موجودة في الباكو بتاع الكريم كارامل استخدمتها استخدمت كسين هو الباكو ده زي عرض كده كان فيه اتنين لكن هو في العادي بيبقى باكو واحد في باكتة واحدة من الكريم كارامل واحدة تاني للكارامل نفسه فدي عشان فيها اتنين بقى فيها اتنين من الكارامل حطتهم على زي ما انتم شايفين الاول ده هنتهى زيت طبعا عشان تفك تبقى سهلا ان انا افكها منها بعد كده بعد مقلب القالب ووزعت كده الكارامل كويس في القالب اللي عندي هنا بقى هعمل الكريم كارامل نفسه جبت الباكوين دول وفضتهم في حلة المفروض ان كل باكو بيتحط عليه كبايتين من اللبن او الحليب يعني ولكن انا محطتش يعني المفروض ان هم باكوين هيتحط عليهم اربع كبايات من الحليب انا حطيت عليهم ثلاث كبايات بس لاني عايزة يبقى متماسك مش عايزة يبقى طري ومايع قوي لدرجة ان هو ممكن يتكسر معايا بعد مقلب القالب يعني قلبته كده كويس قوي مع بعض على البارد وبعد كده هحطه على النار هفضل اقلب اقلب فيه مش هسيبه خالص لغاية لما انتوا شايفين كده بيمسك شوية ولكنه بيفضل برده سايل زي ما هو طبع مش بنستنى عليه يبرد ولا اي حاجة لانه من الحاجات اللي بتعمل اشر من فوق فاصبيته على طول وهو سخن على الكارامل اللي انا كنت حطاه في القالب هحطه كده على جنب وابدأ اعمل في الكيك اول حاجة هتلاقوا المقادير والمكونات بتاعت الكيكة في صندوق الوصف زي ما انتوا شايفين اول حاجة بدأت بالبيض هما بطين بس حطتهم في الطبق الكبير وحطت عليهم فانيليا وانا هشتغل بالمضرب اليدوي مش محتاجة مضرب كهرباء وحطت عليهم السكر هي كيكة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة خالص يعني وعلى فكرة القالب اللي انا عملت فيه مش قالب كبير قوي قلب حجمه متوسط ولا هو صغير قوي يعني حطيت بعد كده الزيت والحليب هنا انا مجهزة كوبايت دي وعليها تقريبا معلقتين كبار ونص من الكاكاو الخام وحط عليهم معلقة ونص من البيكنج بعودة يا صغيري رشة الملح ضرورية جدا طبعا ضروري جدا ان احنا ننخل الدقيق والكاكاو مع بعض لانه دايما الكاكاو بيبقى فيه كده حاجات متكتلة صغير فعشان الخلط يبقى ناعم زي ما انتوا شايفين لازم ننخله هنا الكريم كارامل عندي من فوق اعمل اشرة بسيطة هي بس يعني مجرد ان هي هتخلي الكيك ما يمتازكش مع الكريم كارامل ولكن هو هيبقى الكيك طبقه كده من فوق والكريم كارامل من تحت هحطها فرن 180 طبعا ساخن مسبقا هتقعد من 45 ل 50 دقيقة يعني انا قعدت معايا 45 دقيقة بالزبط لو القالب اكبر من كده ممكن تقعد وقت اطور هي بتتحط في حمام مية يعني بنجيب صنية جبيرة وبنحطها وبنحط مية سخنة او مية مغلية لغاية نصف الالف وهحط هنا في الصينية قد ربع كوباية خلب ده للحفاظ على الصينية ان هي ما تسودش من المية ودي طبعا من سفية الطبخ المانوار لما قالت كده في الفيديو انتبهت لاني ممكن الصينية هيبقى لونها اغمق شوي هنا خلاص طلعتها بقى زي ما انتو شايفين استود طلعوها بحرس جدا لان الصينية بتبقى سخنة والمية كمان بتبقى سخنة جدا اختبرتها هنا تمام الحمد لله استود كويس جدا هغطيها بقى واصبها على جنب الغاية لما تبرت خالص وبعد كده هحطها في التلاجة هنا بقى ده في نفس اليوم سبتها تقريبا اربع او خمس ساعات في التلاجة هي كانت في الفيديو قالت سبوها يوم كامل ولكن انا استعجلت عليها فطلعتها قلت خلاص يعني خمس او ست ساعات كويسة قوي في التلاجة طلعتها وحاولت ان انا احطها في حمام مية تاني وحاولت ان انا افكها كده من الاطراف عشان ما تبقاش لازق او تتقلب معايا بسهولة ولكن هتشوفوا اللي جار معايا ايه بصوا بقى حاولت ان انا اقلبها وخبط عليها مادش تتقلب ابدا فخدتها تاني زي ما هي ولفتها في كيس وحطتها في التلاجة وده كان تاني يوم حطتها طلعتها بقى خلاص هي باتت في التلاجة فبقت سقع جدا طلعتها وحطتها بحمام مائي برضو مية دافية او مية سخنة شوية اكتر متدافية بحاجة بسيطة عشان الكرمل من تحت يفك وهي كلها تفك من القالب وان شاء الله تتقلب يعني يلا بقى بسم الله الحمد لله اول مقلبت الصينية حسيت ان هي نزلت من القالب عارفين الاحساس ده فرحت جدا وشيلت القالب كده بالراحة زي ما انتم شايفين طلعت روعة انا مكنتش متخيلة المنظر ده الحمد لله زي ما انتم شايفين الصينية ملزقتش فيها حاجة بمجرد ان انا بس زي ما قلتلكم حطتها في حمام مية سخنة طلعت متمسكة وجميلة والكيك طلع طعم جميل جدا مع الكريم كارمل يعني انا ان شاء الله مش ابطل اعملها من الكيكات المميزة جدا على رغم انها باتت في التلاجة ولكن الكيك طلع طري وزي ما تقولوا كده قعد شرب كده من الكريم كارمل والكارمل اللي من فوق انا عجبتني جدا يعني انا اول مرة اعملها واول مرة ادقها مبسوطة جدا بالنتيجة الحمد لله طبعا الفضل يرجع لربنا ثم لسفية الطبخ ام انوار انا مشيت بالزبط على الخطوات بتاعتها ولما خلفت الخطوات مرضيتش تتقلب فرجعتها تاني التلاجة زي ما شفتوا بجد ما انا انتو تعملوها هتلاقوها سهلة وعلى عكس ما انا كنت خايفة من الاول انا كنت خايفة خالص من النتيجة ولكن الحمد لله طلعت النتيجة مرضية بالنسبة لي تماما حبيت كده ازيانها بخطوط من الشوكولاتة بسيطة خالص هي مش محتاجة اي حاجة عليها هي لوحدها طعم ومنظر تحفة انا واسقة ان انتو لو جائبتوها هتعجبكم جدا ان شاء الله بتمنى انتو تعملوا لايك لان اتعبت جدا في الفيديو ده وكنت على اعصابي زي ما قلت لكم ااااا ما تبخلوش علي باللايك لانتو تتفاقوا على الفيديوهات وبتكسر وتعملوا لايك معينوا لايك واللايك بلاش وخفيف جدا هتضغطوا كده بصبعكم عليه هتلاقوا تعمل على طول هتقولولي كفاية أكل يا بنتي والله ما قدرت أبطل خدت حتة ورد تانية ورد تالتة حتى الولاد عندي مش بيحبوا الكريم كرامل ولكن أكلوه مع الكيكة أنا بشكركم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته